تهميش المرجعية سيدي وتحييد المرجعيات هل له أثر أيضا على انتشار الغلوم؟ لا شك في هذا يعني كل مجموعة من الغلات اتخذت شيخا أو شيخين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لهم يعني الآن الخوارج كلهم في العالم العربي والإسلامي لهم أطياف ما في شك وهم مجموعات مترابطة فكريا ومنهجيا وإن لم يكن بينها ترابط تنظيمي في معظم الحين انظر إلى شيوخهم من هم شيوخهم؟ كما قلنا لا تاريخ ولا إنتاج علمي وحتى أسماءهم الصريحة ما هي معروفة وأين سيرهم الذاتية؟ للأمانة سيدي بالنسبة للإنتاج العلمي يعني لو دخلنا إلى مواقعهم تجد يوجد لهم مؤلفات ومنهم من عندهم مؤلفات كثيرة أيضا بعضهم هذا هو الشذوذ الذي يؤكد القاعدة لكن أخي أنت الآن الشيخ يستطيع فهم الصراع السياسي الذي يجري الآن في المنطقة؟ أين السياسيهم؟ الناس الذين أخذ دكتوراه أو ماجستير في العلوم السياسية أو في التحليل السياسي أو في التخطيط الاستراتيجي أو في الاقتصاد أو في العلاقات الدولية أو في القانون الدولي أو في تحليل الأوضاع الحاضرة أين هم مثقفوهم؟ أين هم؟ أين هم؟ يقولوا والله فلان فهم عم يدخلوا في منطقة تتزاحم فيها المشاريع والمصالح الدولية بغير عتاد بغير عتاد فكري وبغير عتاد حضاري وبغير عتاد ثقافي وبالتالي هم ينتقلون من ورطة إلى ورطة أخرى